في ملف انقصر نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية ناسيما ما تعلق بمنطقة انقصر بمحافظة البصرة أكدت الوزارة في بيان أن الترسيم الحدودي البري مع جانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993 الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامة الدولية ذات الصلة كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا لفتت الوزارة إلى أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت تقع على أرض عراقية قبل تشيدها ما بعد انتقال سكنيها من المواطنين العراقين إلى الحياة السكنية الذي تم تشيده ليكون بديلا أكثر استقرارا لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية التي لا تعد غيارا بل مسارا تعمل الوزارة على تأكيده ترجمة نانسي قنقر